الساعة دلوقتي 8 موعد مجزء الأنباء مع دينا تفضل يا دينا شكرا لك مننا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزء الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أدى الرئيس عبدالفتاح سيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطوي وعقب أداء الصلاة اجتمع رئيس السيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيمة جاء ذلك بحضور وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسؤولين وأشار المتحدث العسكري إلى أن الرئيس السيسي أكد على وجوب استحضار ذكرى الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لو لاها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر وأدر الرئيس السيسي حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة وأشهد الرئيس السيسي بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية ومؤكدا أن الشعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته أجرى وزير الخارجية سامح شكر الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخة كوب 27 طلق اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أطانيو جديرش وصارح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التي تصدفها وتترأسها مصر هذا العام حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة دعم منظمة الأمم المتحدة للجهود المصرية على نحو يسهم في تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على الأصعدة كافة وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال تناول موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنصيق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة شهدت وزيرة الثقافة إناس عبدالدهيم ثانية فعاليات مهرجان أبي دوس الأول المثيقة والغناء التي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في در الأوبرا المصرية وأكدت عبدالدهيم أن مهرجان أبي دوس ظاهرة إبداعية جديدة بالصعيد تواصل الثقافة من خلالها تنفيذ محور إعادة تشكيل الوعي وبناء الإنسان مشيرة إلى أن الأنشطة المتنوعة والمتعددة التي تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدلة الثقافية بين أبناء الوطن وأشهدت وزير الثقافة بالإقبال الضخم على الفعاليات والذي يعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والراقية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 733 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي متعفين من الفيروس إلى 424831 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 854 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحدي لها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 495.373 حالة من ضمنهم 424.831 حالة تم شفاؤها و24.277 حالة وفاة قال الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينيسكي إنه تم إجلاء 744 شخصا من أربع مدن أوكرانية وفي خطاب بثاوة تلفزيون الأوكرانية قال زيلينيسكي إن القوات الروسية لم تسمحوا بدخول المساعدات إلى مدينة ماريوبول مشيرا إلى أن سلطات الأوكرانية ستحاول مرة أخرى اليوم إرسال الطعام والمياه والدواء إلى المدنيين قالت منظمة الصحة العالمية إنها نصحت أوكرانيا بتدمين مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية الموجودة في مختبرات الصحة العامة بالبلاد وذلك لمنع أي تصارب محتمل يمكن أن ينشر أمراضا بين سكانها وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها تعاونت مع مختبرات الصحة العامة في أوكرانيا لعدة سنوات لزيادة الممارسات الأمنية التي تساعد على منع التصارب العرضي أو العمدي لمسببات الأمراض قالت الأمم المتحدة إنه ليس لديها دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية وقالت الممثلة السامية لأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي إن الأمم المتحدة ليس لديها علم بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا التي انضمت إلى حظر دولي على مثل هذه الأسلحة كما فعلت روسيا والولايات المتحدة إلى جانب 180 دولة أخرى كانت روسيا دعت إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي لتأكيد من خلال مبعوثيها على أن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا شكرا